أنت تدرك تماماً واطلعت تماماً ما الذي فعله الإسلام السياسي عندما اشتغل مع الدولة والغرابة في الأمر في البيان الذي كتبه وأعلنه سماحتكم أنكم تدعون لبناء دولة إسلامية صحيح ونحن نقصد من هذا الإسلام السياسي الذي تفضلتم به فقد صفته الإسلامية عندما تورط في مشروع الاحتلال هذا لم يعد إسلاماً سياسياً هذا عاد إسلاماً مصلحياً إسلاماً نفاقياً إسلاماً يبحث عن مطالبه على حساب الشعب بينما الإسلام الحقيقي الذي يضحي بنفسه من أجل مطالب الشعب نحن نريد أن نعود للإسلام الأول الإسلام الحقيقي الجماهير التي تخرجت والتي تخرج لهم أو التي تخرجت في مسيرة الأربعين هذه تبحث عن أي شيء تبحث عن الديمقراطية من الإسلام الإسلام أي إسلام الذي يضح الحسين في سبيله هذا الإصلاح الحقيقي أما أن يكون هناك تورط في العملية السياسية وتورط في النهب وتورط في السرقات ويدعى هذا أنه هو الإسلام هذا كذب هذا ما يريده العدو أن يزيف صورة الإسلام حتى نبتعد عن الإسلام نحن نريد لأمتنا أن نقول له أن الذي جرى ليس إسلاماً يمت إلى هذا الدين هذه المحاولات تزييفية وعلينا أن نرجع إلى الإسلام أحسن ما قامت به المظاهرات الأخيرة ماذا قامت؟ أحسن ما قامت به أنها رفع الشعار الحسين عليه السلام في وجه المفسدين لتقول لهم أنكم لن تستطيعوا أن تسرق الحسين ولا أن تسرقوا الإسلام أحسن ما قامت به